بسم الله الرحمن الرحيم نكمل أول درس في الوحدة اللي هي الكيمياء في علم الأحياء نبدأ ناخد النهضة النظائر يعني النظائر يعني ممكن يكون عندنا نفس العنصر بنفس عدد البروتونز ونفس عدد الالكترونز ولكن عدد النيوترونز مختلف يعني نفس العنصر ولكن ليه عدد النيوترونز مختلف أوه ممكن يكون فيه عنصر ليه عدد النيوترونز مختلف ده بنسميهم إيه بقى العناصق العنصر ده بنسميهم النظائر يبقى النظائر هو زرات عنصر بتختلف في عدد النيوترونز تمام طيب احنا بنسمي العنصر ازاي او بنقدر نحدده ازاي اول حاجة اللي احنا بنجمع عدد البروتونات ذائد عدد النيوترونات اللي هي المتغير عندي هنجمع البروتون والنيوترون هيديني رقم هو ده اللي هنسمي به ضرة العنصر يعني لو عندنا كاربون تلاتة مثلا آآ ضرات كاربون فهفرق بينهم ازاي آآ على اساس ايه فهجم عدد البروتونز وعدد النيوترونز والرقم اللي هيتلع هسمي ضرة الكاربون به يعني عندي ضرة كاربون عندها عدد بروتونات ستة وعدد نيوترونز ستة بيساوي اتناشر يبقى هسمي اول نظير من نزائي الكاربون اللي هي كاربون اتناشر ماشي عندي آآ زرة ليها عدد آآ بروتونات عدد البروتونات طبعا سابت اللي بيتغير هو النيوترونات عدد النيوترونات سبعة تلاتةاشر يبقى هسمي النظير الثاني تلاتةاشر طيب عدد آآ زرة الكاربون برضو النظير بتاعها عدد البروتونات بتاعته ستة والعدد النيوترونات اللي بيتغير ثمانية يبقى اربعتاشر يبقى هسميه كاربون اربعتاشر ده كده عشان احدد آآ اسم النظير او نظير العنصر عن طريق اللي حنا بنجمع عدد البروتونات وعدد النيوترونات في النواة طيب ما تتلخبطوش وتجمعه الالكترونات والنيوترونات هو عدد البروتونز اوكي بيسوي عدد الالكترونات ماشي مفيش مشكلة بس عشان لو اوجه هنجي لكتب القانون يبقى نكتب البروتونز زائد ايه النيوترونات لان دول الموجودين داخل النواة وعرفنا ان دول داخل نواة عرفنا المرة الفاتت دول موجودين داخل النواة والالكترونات بتدور حول النواة في مدارات تسمى مستويات الطاقة النظائر بقى زي ما قلنا هي دارات عنصر تختلف من حيث عدد النيوترونات بيتم تحديد نظائر العنصر عن طريق جمعه البروتونات والنيوترونات في النواة القربون الاكثر وفرة او المتواجد بشكل منتشر هو القربون اتنشر بيحتوي على ست بروتونات وست نيوترونات وهكذا بقى الامثال اللي احنا اخدناها طيب احنا قلنا المتغير عندنا هو النيوترونز لكن البروتونز والالكترونز سابتين طيب النيوترونز احنا عارفين ان هو الشحنة مالهوز شحنة فبالتالي مش هيأثر على الشحنة الكلية للزره الزره هتبقى لسه متعدلة زي ما هي مش هيأثر على الشحنة لانهو اصلا مالهوز شحنة فبالتالي مهما تغير مش هيأثر على شحنة الضره ولكن هو موجود فين افتكروا كده معايا النيوترونز ده كان موجود فين جوه النواة ولا خارج النواة خارج الضره في المدارات كان موجود داخل النواة اذا لما يتغير النيوترونز هيغير ايه؟ هيغير في استقرار النواة يبقى تغير النيوترونز اللي لا يؤثر على شحنة الضره ولكن يؤثر في استقرار النواة في بعض الحالات النواة بتتحلل تماما في بعض الحالات بيؤدي لانقسام النواة انقسام النواة ده بيطلق اشعاعات النواة لما تنقسم تطلق اشعاعة اول لما النواة تطلق اشعاع فبنسميها بقى نظائر مشعة تمام؟ يبقى هيدا دي تعريف النظائر المشعة آم الكربون فورتين هو آم الكربون المشعة ذرة الكربون المشعة بيكون مفيد في ايه ذرة الكربون المشعة دي؟ ان هما العلماء قدروا يحددو الوقت المستغرق عشان يتحلل او تتكسر نصف الكربون الفورتين الكربون الفورتين ده اولا لازم نكون عارفين ان هو موجود في جميع الكائنات الحية فهو العلماء اكيد هيستفيدوا منه في حاجة ان هما عارفوا منه اعمار بقى الأجسام والحفريات الموجودة يعني لو اكتشفوا حفرية بيعرفوا عمرها ازاي مع ان ممكن يكون عمرها خمس تلاف سنة او اكتر كبان بكتير بيعرفوا عمرها ازاي ان هما العلماء قدروا يحددو الوقت المستغرق عشان تتحلل نصف زرة الكربون 14 دي اللي احنا قولنا موجودة في كل الكائنات الحية فلما عارفوا الوقت المستغرق عشان يتكسر نصف الكربون اللي هو بيسموه عمر النصف فبعد كده لما يلاقوا عينة عينة كائن حي فبيحللوها ويشوفوا متبقي فيها قد ايه كربون 14 ومن خلال المتبقي فيها بيعرفوا عمر الكائن الحي ده ازا بيعرفوا او بيحددوا عمر الكائن الحي عن طريق ان هما ايه عارفوا الوقت المستغرق عشان تتحلل نصف زرة الكربون 14 اللي بيسموه عمر النصف لزرة الكربون 14 فلما عارفوا عمر النصف بدأوا يشوفوا ايه الكربون او ايه العينة المتبقية من الكربون في العينة او في الحفرية دي ومن معرفة الكربون 14 المتبقي في العينة قدروا يحددوا عمر الجسم ده او العينة دي العلماء لها استخدامات طبية كمان الكربون 14 ده الاستخدامات طبية بيساعد العلماء في تشخيص المرض وتحديد مواقع بعض انواع السرطانات وعلاجها ده اهمية النظائر المشعق او الكربون 14 لانه موجود في جميع الكائنات الحية فديه التطبيقات العملية بتاعته بيحددوا من خلاله اه عمر جسمه معين تاني حاجة بيستخدمه استخدامات طبية نيجي لحاجة عندنا اسمها المركبات اه قدامنا صور العرب نارية بنتكون من اه فليزيس استرونسيوم وعندنا الملح الطعام اه 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 اللي هو اسمه كولوريدستوديوم ده الاسم العلمي نيجي لديه قولوريدستوديوم ولكن الاسم الشائع ملح الطعام اللي هو بنستخدمه في البيت ده او في الطبخ في البيت ده اللي هو اسمه الان اي سي ال عندنا المركبات الهايدروكاربونز زي أمثلة عليها الميثان CH4 مركبات الهايدروكاربونز دي من اسمها بتتكون من هايدوروجين وكاربون طيب إحنا إيه الحاجات دي كلها أو عبارة عن إيه؟ كل الأمثلة دي عبارة عن حاجة اسمها مركبات المرة الفاتت لما قلت لكم عنصر قلنا هو مادة مقية لا يمكن تقسمها بالطرق الفيزيائية أو الكيميائية بتتكون من عنصر من ذرة واحدة فقط نوع واحد من الزرات مش ذرة واحدة لا نوع واحد من الزرات أي أن كان عدد الزرات دي بس هو نوع واحد هايدوروجين بس أكسوجين بس آآ وهكذا لكن ده بقى بتتحق عشان نكون مركب يعمل ايه؟ بتتتحد عنصر مع عنصر زي عندنا الان ايه ده مثلا؟ ده عنصر في الجدول موجود في الجدول الدوري السي إل عنصر برضه موجود في الجدول الدوري فلما يجتمعوا مع بعض يعملوا لان ايه سي إل ده كده بقى اسمه مركب خلاص ما بقاش اسمه عنصر اام المركب مادة نقية تتكون عندما يتحد عنصران مختلفان أو أكثر في ملايين بقى المركبات اللي بيتم اكتشافها سنويا والمركب بيكون لي صيغة كيميائية يعني اللي احنا كتبينها دي اسمها صيغة كيميائية جيبنا منين الصيغة الكيميائية من الرموز الموجودة في الجدول الدوري من رموز العناصر الموجودة في الجدول الدوري الماء مثلا احنا عارفين كلنا الماء H2O مركب من ضرة ال H ومن ضرتين H مع ضرة O فجمعناهم مع بعض كونولي مركب الماء صيغة كيميائية بتاعته H2O NACL زي ما قلنا هو اسمه العلمي كولوريد ستوديوم واسمه شائع ملح الطعام المركبات بقى لها خصائص بتميزها عايزين نعرف ايه هي خصائص المركبات طيب اول حاجة ان قلنا المركب بيتكون من اكتر من عنصر تمام؟ ولكن هل بطريقة عشوائية هل مثلا ال H2O دي تنفع تبقى ضرة واحدة هيدروجين وزرتين اكسجين تنفع تبقى اثنين هيدروجين واثنين اكسجين يبقى كده هل كل دول بنسميهم ماء طالما فيه H وفيه أو يبقى نسميهم ماء؟ لا ما ينفعش لازم العناصر الموجودة تكون موجودة بنسب ثابتة يعني قدام كل زرتين هيدروجين زرة واحدة اكسجين لو تغير التركيب بقى مركب تاني خالص بعيد عن الماء ما بقاش يسميه ماء خلاص بقى مركب تاني اذا عشان يبقى مركب المشهور او اللي انا عرفاه او الصياغة بتاعته اللي انا عرفاه شبهة H2O NaCl فلازم نلتزم بالنسب السابتة بتاعت العناصر الـ NaCl كل زرة سوديوم قدامها زرة كولور وهكذا الـ CH4 كل زرة كربون قدامها اربع زرات من الهايدروجين اي اختلاف فيه النسب دي بيكون مركب تاني خالص تمامي بأول خاصية من الخصائص المركبات تتكون من مجموعة معينة من العناصر بنسب ثابتة هو هنا ضرب لي مثال بالاكسجين اللي احنا قلناه تاني حاجة دلوقتي عندنا الماء ما هنمشي على نفس المثال اللي هو الماء H2O بيتكون من الـ H وبيتكون من الـ O طيب الـ H ده غاز والـ O غاز الحيد بيجن والـ O ده غاز الاكسوجين فلما تجمعه مع بعض بنسب معينة وكونولي الماء الماء ده ايه غاز ولا صالب ولا سائل الماء سائل إذن الخصائص بتاعة المركب اختلفت كليا عن خصائص العناصر المكونة ليه يعني مش لازم المركب ما بيكونش ليه نفس خصائص العناصر خلاص هو كون مركب فبقى مستقل بذاته فبقى ليه خصائص مستقلة هو كمان إذن تاني حاجة من الخصائص أو الفريدة للمركبات بتختلف المركبات كيميائيا وفيزيائيا على العناصر المكونة لها تمام ثالث حاجة مش بنقدر نكسر المركبات عدم إمكانية تكسرها بالطرق الفيزيائية البسيطة هي عشان نكسرها يعني مثلا عندنا الـ H2O عايزين نحلله أو نكسره للعناصر بتاعته اللي هي الـ H والـ O فده بيحتاج عمليات كيميائية معقدة تمام مش بالطرق الفيزيائية البسيطة ما ينفعش تفكيك ما ينفعش صحق وهكذا دي طرق بسيطة جدا مش هترجع المركب لعناصره لا يبقى لا يمكن فصل المركبات بالطرق الفيزيائية البسيطة طيب ممكن نفصلها زي هل مستحيل نفصل المركبات؟ لا ممكن نفصلها ولكن بطرق كيميائية معقدة بنفصل المركب لعناصر الأصلية بتاعته عندنا حاجة او عملية اسمها تحليل كهربائي عملية اسمها تحليل كهربائي دي عملية كيميائية بتفصل الماء يعني بتخلي الماء ينفصل بقى للعناصر بتاعته تمام يبقى دي تالت خاصية من خصائص المركبات إن هي لا يمكن تكسرها لمركبات أكثر بالطرق الفيزيائية البسيطة ولكن يمكن تكسرها بالطرق إيه؟ الكيميائية دي خصائص العناصر خصائص المركبات أظن تمام؟ المرة جاية إن شاء الله هنكمل الدرس